تعرفنا في المثال السابق على كيفية إجراء العمليات الحسابية مع الوقت وفي هذا المثال سوف نتعرف على كيفية التعامل بالتاريخ داخل العمليات الحسابية فإذا أردنا على سبيل المثال حساب عدد الأيام الموجودة بين هذين التاريخين نقوم بطرح هذين التاريخين فنضغط داخل الخلية التي نريد وضع الناتج بها ثم ندخل العلامة equals لبدء إدخال المعادلة ونختار التاريخ الأول ثم نضغط على علامة الطرح minus ونختار التاريخ الثاني ثم نضغط على المفاتيح control وenter من لوحة المفاتيح ونغير التنسيق المستخدم مع هذه الخلية بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن واختيار format cells من القائمة المختصرة ثم نختار general من القائمة category ونضغط OK فيظهر عدد الأيام داخل هذه الخانة ولحساب عدد السنين الموجودة بين تاريخين نقوم باستخلاص السنة من التاريخ الأول ومن التاريخ الثاني أيضا ثم نقوم بطرحهم ولعمل ذلك نضغط داخل الخلية التي نريد وضع الناتج بها ثم ندخل العلامة equals لبدء إدخال المعادلة فندخل الجزء الخاص باستخلاص السنة من التاريخ الأول وذلك باستخدام الدالة year فنقوم بكتابة هذه الدالة ثم ندخل قوس الفتح الخاص بهذه الدالة ونختار الخلية التي تحتوي على التاريخ الأول وندخل قوس الإغلاق الخاص بهذه الدالة ثم ندخل علامة الطرح minus ونستخدم الدالة year مرة أخرى لاستخلاص السنة من التاريخ الثاني بنفس الطريقة ثم نضغط على المفاتيح control وenter من لوحة المفاتيح ونغير تنسيق الخلية فيظهر عدد السنين داخل هذه الخلية ولحساب عدد الشهور الموجودة بين تاريخين في نفس السنة نقوم باستخلاص الشهر من التاريخ الأول ومن التاريخ الثاني أيضا ثم نقوم بطرحهم ولعمل ذلك نضغط داخل الخلية التي نريد وضع الناتج بها ثم ندخل العلامة equals لبدء إدخال المعادلة فندخل الجزء الخاص باستخلاص الشهر من التاريخ الأول وذلك باستخدام الدالة month فنقوم بكتابة هذه الدالة ثم ندخل قوس الفتح الخاص بهذه الدالة ونختار الخلية التي تحتوي على التاريخ الأول وندخل قوس الإغلاق الخاص بهذه الدالة ثم ندخل علامة الطرح ونستخدم الدالة month مرة أخرى لاستخلاص الشهر من التاريخ الثاني بنفس الطريقة ثم نضغط على المفاتيح control وenter من لوحة المفاتيح ثم نغير تنسيق الخلية فيظهر عدد الشهور داخل هذه الخلية ولحساب عدد الأشهر الموجودة بين التاريخين ولكن في سنتين مختلفتين فإنه في هذه الحالة لحساب الأشهر بطريقة صحيحة نقوم بإيجاد فرق السنوات بين هذين التاريخين وضرب هذا الفرق في القيمة 12 لتحويله إلى شهور ثم نقوم بجمعه مع فرق الشهور بين التاريخين ولعمل ذلك ندخل العلامة equals لبدء المعادلة ونقوم باستخلاص السنة من التاريخ الأول بنفس الطريقة السابقة وندخل العلامة minus ثم نقوم باستخلاص السنة من التاريخ الثاني ونقوم بضرب حاصل الطرح في القيمة 12 ولعمل ذلك فيجب وضع هذه المعادلة بين قوسين وذلك لإجراء عملية الطرح قبل عملية الضرب فنضغط بعد العلامة equals وندخل قوس الفتح وننتقل إلى نهاية المعادلة وندخل قوس الإغلاق ثم ندخل علامة الضرب multiply وندخل الرقم 12 ثم ندخل علامة الجامح plus لإضافة عدد الأشهر ونقوم باستخلاص الشهر من التاريخ الأول بنفس الطريقة السابقة ثم ندخل علامة minus ونقوم باستخلاص الشهر من التاريخ الثاني ونضغط على المفاتيح control وenter من لوحة المفاتيح ونغير تنسيق هذه الخلية فيظهر عدد أشهر داخل هذه الخلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر